مرحبا بحضرتكم مشاهدين الكرام في محطة جديدة من محطات مصر أرض الصالحين واليوم نتوقف عند السيدة زينب رضي الله عنها وأرضها فالدكتور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أهلا بحضرتك فالدكتور السيدة زينب كيف نشأت في بيت النبوة خلال الأعوام التي عشتها في حياة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم انتقل في يوم الثاني عشر من ربيع الأول وهو اليوم الذي نحتفل به الآن بمولده الشريف الذي على الراجح أن يكون في الثامن من ربيع الأول أيضا فمكث في من ساعة الهجرة نحو عشر سنوات السيدة زينب عقيلة بني هاشم ولدت في السنة السادسة من الهجرة إذن ما زال متبقي في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نحو أربع سنوات يبقى إذن لما انتقل كانت زينب بنت أربع سنوات رضي الله تعالى عنها وعرضها السيدة زينب في حادثة الكساء يسأل بعض الناس يقول هي موجودة ولا مش موجودة هي كانت أمها عليها السلام فاطمة حامل فيها فوالله إذا كانت موجودة يبقى إذن هي موجودة معهم إذا ما كانتش موجودة هي جنين في بطن أمها اللي هي موجودة وكانت فيها الروح فكانت موجودة آه يعني فيها يعني موجودة موجودة فولدت في هذا وانتقلت وإيه رسول الله وهي صغيرة لكن الاربع سنوات برضو يمكن تتذكر لقطة كده ولا كده إذا آخر فالسيدة زينب اتربت في حجر علي وإخوتها فسيدنا الحسين أكبر منها بسنتين وسيدنا الحسن أكبر منها بأربع سنوات لكن اتربوا في بيت الفارس ما هو مفتاح الشخصية بتاع سيدنا علي إنه كان فارس لا يقبل الضيم بطل من أبطال الحروب وكده إلى آخره عالم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم علي بابه فعالم لدرجة سيدنا عمر يقول عليه قضية ولا أبا حسن له فهي سيدة زينب اتربت في الجو ده طيب يعني مفتاح شخصية سيدة زينب يكون إيطرة هي لما نقول عقيلة عقيلة دي معناها فعيلة عقيلة بني هاشم فالسيدة زينب دي الحكيمة بتاعة آل البيت الحكيمة الحكيمة بتاعة آل البيت يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد وطي أقيرا كثير تعرف كيف تتكلم تعرف كيف تدرس تعرف أنها تبقى ولا ترحل حكيمة فلأنها أفادت أهل البيت كلهم يعني رحلتها يمكن لما نشوف كمان شوية من الحجاز من المدينة إلى مصر خدت معها ناس كتير أولا من أولاد سيدنا الحسين ومن كده إلى خلال درجة إنها لما دخلت مصر يعني دخلت مصر بمجموعة من أهل البيت الكرام وكانت تقول أويتمونة هواكم الله ونصرتمونة نصركم الله وجعل الله لكم من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج واتشت ما تخليش حاجة تفوتك ترجمة نانسي قنقر